بعيداً عن معاناة الروهينغا يتصارع شركاء الجريمة على السلطة جيش ميانمار الذي ارتكب أبشع المجازر ضد المسلمين الروهينغا ينقلب على السلطة التي شاركته في تلك الانتهاكات صد هذا الحدث كان أقوى عند العالم من مجازر الروهينغا فتداعت الدول والأطراف الأممية تدين الانقلاب العسكري وتتوعد الانقلابيين بالرد انقلاب عسكري في ميانمار الجيش يعتقل قيادات في الحزب الحاكم ونواباً فيه وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان سوتشي ورئيس البلاد ومسؤولون آخرون كبار وأعلن الطوارئ لمدة عام فيما أسندت قيادة البلاد للجنرال الانقلابي مين أونغ هلاينغ الولايات المتحدة طالبت بشكل عاجل بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين في ميانمار وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قادة الانقلاب العسكري من عواقبه الأمم المتحدة بدورها أعلنت كذلك أن هذا الانقلاب غير شرعي ودعت قادته إلى احترام ما سمته العملية الديمقراطية والاحتكام إلى الحوار سفارات عشر دول أوروبية دخلت على الخط وعرضت الوساطة بين طرفي السلطة والجيش الميانماري لحل هذه الأزمة التي توحي تداعياتها على العالم بأنها أكبر أزمة شهدتها البلاد اللاجئون المهجرون في بنجلاديش من الروهينغ المسلمين لا يذكرون من حكومة ميانمار والجيش المنقلب عليها إلا الطرق البشعة أثناء قتلهم وتعذيبهم ومطاردتهم ولهم أن يتساءلوا أين كان هذا العالم المنتفض من أجل الانقلاب من المجازر التي ارتكبت بحقهم علانية وأين كان المجتمع الدولي الحريص على ديمقراطية ميانمار عندما نفي شعب بأكمله عن موطنه الأصلي وجرد من حقوقه